أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنديل العظيم الرحيم لتذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم موافرون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناكهم أغلالاً فهي إلى الأذفان فهم مقمهون وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يبسرون وسواهم عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآتارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعذبنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا رب لا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاو القبين قالوا إلا تطيرنا بكم لإن لم تنذهوا لنرجمنكم وليمسلنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنكم كوم مسركون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يرد من الرحمن بذر لا تغني عني شفاءكم شيئاً ولا ينكذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إلى دخل الجنة قال يا ليت كومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من الأكرمين وما أنذلنا على كومه من بعده من جند من السماء وما كنا منددين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على الإباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهدون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميثة أحييناها وأقرجنا منها حباً فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نقيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سمنه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأذواج كلها مما كنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النار فإذا هم مذلمون والشمس تجري لمستقر إنها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منادل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلكه يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريته في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نوركهم فلا صيح لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة مننا ومتاعا إلهين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أنتقوا مما رذتكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من لو يشاء الله أتعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعض إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونطف في السور فيداهم من الأجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرطدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهبرون فاليوم لا كلم نفس شيئا ولا تجذون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأدواجهم في ظلال ألا الأرائك متكبون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاب اليوم أيها المجربون ألم آهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعني بدوني هذا صراف مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون إس لوحا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبكوا السراط فأنا يبسرون ولو نشاء لطمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مبيا ولا يرجعون ومن نعنره نكسوا في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما يمتغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين ليمذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن لا خلقنا لهم مما عملت عيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوب ومنها يعقلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محذرون فلا يهذنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يهيي العذام وهي رميم قل يهييها الذي أنشىها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توكدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له أقن فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه تم جعون